وحول تحقيق التنمية المستدامة للارتقاء بجودة حياة المصريين أكد الرئيس سيسي أن العلم يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة في مصر كما ثمن الرئيس سيسي المبادرة المتميزة لتخصيص إسبوع عالمي للفرانكفونية العلمية السنوية وانطلاقا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذي يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة في بلادنا وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين أود الإشادة بجود الوكالة الجامعية للفرانكفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص إسبوع عالمي للفرانكفونية العلمية سنويا والذي تصديف القاهرة بكل ترحاب مسخته الثانية هذا العام فليس من شك أن مثل هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتوح الفرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات وإنجازات البحث العلمي بما يقدم بشكل عملي وفي إطار متميز من الحوار والتعاون والتضامة نموزجاً عملياً أمثل للإمكانات الواسعة لاستثمار الحوار مع الآخر والتواصل بين الثقافات في تحقيق غايات إنسانية عليا تصب في صالح الجميع إعمالاً لمبادئ المساواة والإخاء والحرية ترجمة نانسي قنقر